السلام عليكم طلاب يا ربا تكونون بصحة السلامة انتم مع وائلكم الكريمة محاضرتنا اليوم هي مراجعة سريعة للمحاضرات اللي اخذناها اثناء فترة الدوام محاضرة اليوم عن الابلاس ترانسفورميشن والبولينوميات حتى احول الفكشن اللي ينطيني اياها من التايم دومين للأس دومين احتاج اخذها لابلاس طريقة تحل اللابلاس بشكل يدوي تعلمناه وعرفناها اثناء خلال فترة السنوات السابقة لكن كيفية تحل اللابلاس داخل برنامج شلمات لاب رح نتعلم ان شاء الله اليوم حتى اخذ لابلاس الفكشن يحتاج اطبق ثلاث خطوات داخل برنامج شلمات لاب الخطوة الاولى هي خطوة التعريف خطوة الثانية هي كتابة الفكشن واخر الخطوة تعتبر هي اخذ لابلاس الفكشن محاضرتنا اليوم عبارة عن تطبيق انثلة حتى تكون الصورة وافحة بالنسبة لكم اول مثال عندي هو ف يساوي اربعة تي تكعيب زائد اثنين التي بالنسبة للمات لاب حاليا تعتبر غير معرفة فحتى اعرفها يحتاج اخذ سيم تي حتى اصبحت بهذه الخطوة هي معرفة بالنسبة للمات لاب الخطوة الثانية هي كتابة الفكشن عندي رول وقواعد تعلمناها كهيفية كتابة الدوال داخل برنامج المات لاب اتمنى تراجعوها الفارزة المنقوطة الي حطيناه هنانا هي فقط تقفلي العرض حتى ما يرجع يعرض لي الفكشن المرته ثانية الخطوة الثالثة هنا راح ناخذ لابلاس الفكشن الي اريت احولها مجرد اضغط انتر راح يتحول عندي من الTIME domain للS domain المثال الثاني نفس الخطوات راح نطبقهن اول خطوة راح اعرف T والخطوة الثانية اكتب الفكشن والخطوة الثالثة اخذ لابلاس للفكشن وتتطبق البرنامج بكل سهولة بس ملاحظ احنانا بالنسبة للأكس فون يشيال تعتبر من الدوال المعرفة بالنسبة للبرنامج الماتلاب يعني ما يحتاج عرفة هي حالة حالة الثاني والكوسين والثاني وباقي الدوال ننتقل للمثال الثالث نفس الخطوات راح اطبقهن اول شي اعرف T بعدين اكتب الفكشن بعدين اخذ الهيلا بلاس ملاحظة هنا استخدام دالة البرتي البرتي هي دالة مجرد ترتب لي الناتج لا بضيف عليه ولا تغير شي بي مجرد ترتب لي الناتج دائما الناتج يطع لي بشكل افقي ونعني ما ناخذ احنا على هذا المثال بسيط اكو امثلة يطلع ناتجها كلش طويل ما نقدر نفهمه ونستنتج من عنده شي او بصعوبه مو ما نقدر بصعوبه انه احنا نفهمه فلما استخدم اعاز البرتي راح يترتب عندي على شكل بسط ومقام مجرد ترتيب ما يضيف شي عن ناتج ننتقل الى المثال الاخير اللي عندي هنا هنفس الخطوات هم اعرف اول شي بالنسبة للبرنامج واكتب الدالة اللي عندي واخذ لها لا بلاس بالخطوة الثالثة راح يطلع لي الناتج الدالة الثانية اللي استخدمها هنانا هي السيمبلوفاي السيمبلوفاي والبرتي هنه تعتبر اعازات ثانوية يعني مو هي الاساسية محاضرتنا اليوم قلنا البرتي هي شغلها ترتيب بينما السيمبلوفاي هي تبصيل يعني اكو جمع اختصارات ضرب شي تكمل ليها وتوصل لي الناتج الى ابسط ما يمكن يعني مثل ما حولنا الناتج اللي هنانا هذا تحول الى شنو هذا الناتج اللي هنانا نكملنا اللابلاس كيفية تطبيقة راح ننتقل لجزء ثاني اللي هو نفس الخطوات اطبقتهم باللابلاس راح ارجع اطبقهم باللابلاس انفيرس انفيرس و كذلك راح نطبق هن على شكل انثلة اول مثال عندي هو فايند انفيرس لابلاس انفيرس لابلاس نفس الخطوات راح اول شي اعرف هنا انا معرفة الاس و الت اذا عرفنا فقط الاس هم صحيح تمام الخطوة الثانية هي كتابة الفاكشن الخطوة الثالثة اخذ انفيرس لابلاس للفاكشن حرف الت هنا الموجود يعني انا جاي اكد اقول اريد الناتج بدلالة الت بس اقدر اغير يعني مو شرط بدلالة الت اقدر اخذه بدلالة الاكس يكون عند الناتج اقدر اي حرف ثاني اختار خاف يعني هستد مثال عدي ثاني اختار يعني اطلب منعدكم انه ما اريد الناتج بدلالة الت اريده بدلالة حرف ثاني نضغط انتر راح ياخدلي مجرد انه اضغط انتر راح يطلعلي الناتج محول للتايم دومين المثال الثاني اللي عندي نفس الخطوات اعرف اول شي الاس بعدين اكتب الفاكشن بعدين اخذها كذلك المثال الثالث نفس الخطوات نفس الخطوات هنا اخذ الناتج ويكون بدلالة الاكس فحتى يكون عند الناتج اول شي لازم اعرف الاكس بالبداية يعني اعرف الاس اعرف الاكس بعدين اكتب الفاكشن بعدين اخذ انفيرس لابلاست الفاكشن واكتب فاصلة اكس حتى يعرف ان اخذ الناتج بدلالة الاكس وهيشوف شون الناتج طرع عندي بدلالة الاكس نهنا انتهى الجزء الاول من محاضرتنا اللي هو كيفية اخذ الابلاست والامبيرس لابلاست للفاكشن الجزء الثاني من المحاضرة هو البولينوميال القاعدة او الصيغة العامة للبولينوميال هذه كيفية كتابة البولينوميال داخل برنامج الماتلاب هي يكتب على شكل فيكتر احنا نعرف شون كيفية كتابة المصفوفات والفكتر داخل برنامج الماتلاب اعتقد بالمرحلة الثانية بس الشيء هنا راح نسوي اول شيء مراجعة بسيطة وبعدين ندخل موضوعنا هنا المثال اللي عندي منطي اي للأكس ومنطيني دال هاي الدال اللي حتى اكتبها على شكل بولينوميال راح احولها الى فكتر شون احولها الى فكتر هذا البرحة هنا عندي هذا المثال شون اتحول هنا الى فكتر شون حولنا اول شيء حتى اعرف عدد عناصر الفكتر يتكون منعتهن اخذ اكبر اس للفكتر اكبر اس عندي اربعة ازودة واحد صارن خمسة اذا عدد العناصر اللي راح تكون داخل الفكتر هي خمسة خمس عناصر يضمنها الفكتر اهم شيء انتبه ترتيب الدالة بشكل تنازلي بالنسبة للأسس قصد اذا اتبتها راح تسهل علي حلها اجي اول شيء راح انزلهن العنصر المضروب بالاكس للاكبر اس راح انزلهن اول شيء اخذ الثانية المضروبهن بالاكس والاكس والاكس العنصر الثاني هو الخمسة بعدين اخذ الواحد بعدين اخذ الثمانية بعدين اخر شيء الثلاثة اللي هي مضروبهن بالاكس والصفر احطهن بين اقواس مربعة وبيناتهم فوارز او شون فراغ نترك بين كل انصر وانصر هذا الشيء نعرف شون يعني نكتب الفكتر بس مجرد مراجعة هسا راح نطبق بعض انثلة اكثر حتى نعرف شون نحول او عفوان شون نكتب البولينوميال داخل برنامج الماتلاب المثال اللي عندي هنانه هذي المعادلة شلون اكتبها اول شيء نعرف عدد العناصر اللي راح يتكون من عندها الفكتر اخذ اعلى اس اللي هو هنان عندي خمسة الزودة واحد راح يصر اني ستة ادم ستة عناصر راح يتكون من عندها الفكتر اللي عندي اول عنصر هو التسعة انا ازل مضروب بالاس اس خمسة الثاني هو ثنيا مضروب بالاس اس اربعة الخمسة المضروبه بالاس تكعيب راح اعرف هنانه انه الاس تربيع ما موجوده اذا هي مضروبه بشنو مضروبه بصفر انزل الصفر الثمانية المضروبه باس وسون واخر شيء ثلاثة المضروبه باس وصفر ايضا بعد ما تعلمنا شون نكتب البولنيوميل او الفكتشن داخل برنامج الماتلاب راح اطبق عليها عدة اعازات مو هوايه مجرد اربع اعازات بس حتى ندرب عليها الاكثر اول اعاز هو راح ناخذه هو الكوم حتى اضرب فاكشن فاكشن احتاج استخدام يعاز الكم الكم يحتاج اثنين دالتين الدالة الاولى رح احولها الى بكتر والدالة الثانية كذلك احولها الى بكتر بعدين اخذ اقول احاسمي النتيجة بالx يساوي comb بس هو حاصل ضرب الاي في البي رح يظهر لي النتيجة على شكل بكتر كذلك احنا نطبق المثال نفسه بس بطريقة ثانية بدلا ما اعرف الاي وبعدين ارجع اعرف البي وبعدين ارجع اضربهم بخطوة ثالثة هم اختصر ثلاث خطوات نساويها خطوات واحدة اللي هي شنو عندي نفسه هو هنان الفكتر كاتبة اللي استخدمنا اللي وهنان الفكتر في نفسهن بس نطبقهن بشكل مباشر ونفس النتيجة رح تظهر لي ننتقل للدالة الثانية اللي هي دي كوم دي كوم هي عبارة عن قسمة الفكشن الاولى على الفكشن الثانية كذلك احتاج هنان اثنين فكشن الفكشن الاولى رح احولها الى بكتر والفكشن الثانية كذلك رح احولها الى بكتر وبعدين رح اخد دي كوم بالبكتر الاول على البكتر الثاني ملاحظة هنانا شوي ننتبه هل هي نعرف احنا كل عملية قسمة رح يكون بها ناتج واحيانا نكون بها باقي فاني حتى ما اهمل هذه الباقي احتمال اني احتاجه حتى ما اهمل هذه النتيجة او اغير بها رح اخلي بين اقواس مربعة اسمي نتيجة الكم دي كوم عفوا النتيجة رح تكون اسميها الـ Q.R بين اقواس مربعة هذا شرح يعرض لي رح يعرض لي النتيجة بالـ Q والباقي رح يعرض ليها بالـ R يعني احتمال بعض البرامج او بعض التطبيقات نحتاج مثلا احتاج الباقي اريد عن الباقي ما رايد النتيجة فهنان حتى ما اهمل هذه الناتجة اللي طلع عندي فاتبع هاي الطريقة ننتقل الى الاعاز الثالث واللي هو الـ Root الـ Root هو لما ينطيني فوكشن ويريد جذوره شوان احنا كنا لما ناخذ المعادلة ونفتحها بالتجربة او فرق بالمربعين او بعض طرق حال ثانية نفس الطريقة هنا حتى يطيني فوكشن ويريد الجذور لهذه الدالة تستخدم اعاز الـ Root وهنا نطبقينه عندي هذا المثال منطيني أستر بيع زائد 2S زائد 1 راح احوله الى بكتر بعدين اخذ Root لهذا الفكتر راح تطلع للنتيجة البولي هو يعاز يشتغل أكسل Root يعني هناك هناك مو كان يطيني فوكشن اطلع الجذور لا هنا انطين جذور يرجع لي الفوكشن الاساسي مثل ما عندي هنا بالمثال منطيني هنا منطيني اثنين جذرين يعني الـ S هنا إذا أسداد 1 أسداد 1 معناتها الـ S جد قيمته هنا سالب 1 راح تساوي لي سالب 1 فراح اكتبه هنا على شكل بكتر بداخل اعاز البولي ومجرد اضغط Enter راح يرجع لي الفوكشن الاصلية بعد انطبق شكل مثال اثنين بعد انطبق شكل مثال اثنين المثال هنا مثالين اخيرات هنا هما كانت كيفية استخدام إعاز البولي نفس الطريقة هنا نطبقينها مجرد امثلة واتمنى تحلوها اكثر من مرة بديكم تطبقون بالبرنامج حتى اذا اكو اشكال يعني او يعني فدقي عاز يوقف او شي انشاء الله حل هذه المشكلة بس ملاحظة هنا مستخدم اعازي بوقت واحد شلون وليش اول شي ليش لان هنا احنا قلت لما اريد استخدم اعاز البولي احتاج جذور هذه الفوكشن هنا مو جذور هذه هي احتاج ان افتح اطلع جذورها بش طبقت هنا اعاز الروت اعاز الروت راح يطلع لي جذور بس ش راح يطلع حين راح يطلع حين على شكل عمود مثل ما نعرف احنا الفكتر هو عبارة عن صف واحد هذا راح يطلع الناتش على شكل عمود واحد اني ش استخدمت هنا انا هذه الكمة هذه الكمة وظيفتها تقلب لي العمود الى صف اذا انقلب الى صف اعتبر شنو فكتر اندي مجرد ملاحظات تطبيق الامثلة راح يكون ان شاء الله سهل عليكم واحنا انطينا واجبات ودرجاتكم موجودة ان شاء الله اسلمكم اياها هنا تنتهي محاضرة اليوم وان شاء الله اي استفسار او اي سؤال عدكم ان شاء الله اني موجودة شكرا